أرجع أقول تاني الجيل ده إن شاء الله بإذن الله لو قدر لي لو قدر لي أن يتجاوز السنغال في المغارات العودة هيكون الجيل الوحيد في تاريخ الكرة المصرية اللي تأهل لكاس العالم مرتين الجيل ده هيحط اسمه أو هيحفر اسمه بخروف من دهب في سجلات الكرة المصرية مع بقى تشوف انت عد عليك أجيال عمال قد لكن ما فيش جيل فيهم نجح في التأهل لكاس العالم مرتين متتاليتين وعايز أقول لحضراتكم إنه سيناريو المباراة دي ممكن يكون مختلف تماما عن مباراة القاهرة السؤال الأهم اللي إحنا محتاجين نجاوب عليه المنتخب المميز دفعيا ده بيعاني بشكل شديد جدا في المباراة دي دفعيا ليه؟ لأنه الحقيقة كل العناصر الأساسية اللي لعبت في الفترة الأخيرة غايبة يعني تعالوا نفتكر كده إحنا ابتدينا في كاس أمم أفريقيا خط تدفعنا اللي ما كانش عليه خلاف كان مين؟ كان أحمد حجازي ومعه الوينش ومعهم أكرم ومعهم فتوح ما فضلتش منهم غير فتوح وفتوح الحقيقة نفسه ممكن يكون عليه علامات استفهام كبيرة جدا في مباراة العودة في السنغال لأن فتوح أكتر له قدرات هجومية والدور الهجومي لفتوح ما كانش موجود أو ما كانش ظاهر أبدا في مباراة القاهرة وبالتالي قد يكون وجهة نظر يعني بتقول أنه أي من أشرف في المباراة دي في الحتة دي ممكن يكون لي دور أكبر وأهم من فتوح نمرة اتنين غياب الوينش ومحمد عبد المنعم اللي لعب أو خد مكان حجازي المصاب والبعيدة على المشاركة من الفترات طويلة جدا الاتنين مش موجودين وبالتالي هيكون عليك نختار اتنين من خماسي ياسر إبراهيم أو أيمن أشرف لو هتلعبوا قلب بدفاع وعلي جبر ورامي ربيعة ومحمود علاء ومن كل الأسماء دي مفيش عندك اتنين لعب وجنب بعض كتير في الفترة الأخيرة غير ياسر إبراهيم أو أيمن أشرف ولا تراهن على الأطوال تراهن على علي جبر وياسر إبراهيم ولا تراهن على الخبرات رامي ربيعة علي جبر ياسر إبراهيم أو أيمن أشرف أسئلة كتير جدا محيرة وحتى في الباك اليمين مركز برضو أنا بشوف أنه في مباراة العودة طبعا عمر جابر لعب مباراة محدش يقدر ينكر الحقيقة أقدم مباراة كبيرة جدا لكن أنا بشوف أنه عمر كمال عبدالواحد في مباراة العودة ممكن يكون أفضل وممكن يكون في الحتة دي في مباراة هتكون صعبة علينا من ناحية الدفاعية ممكن يكون أفضل فأنت عندك تقريبا ممكن يكون في المباراة دي مغامرة كبيرة جدا طبعا كل الحسابات اللي أنا بقولها لحضراتكم دي بالتأكيد أسئلة بتدور في دماغ كارلوس كيروش